فيه ناس نجمها خفيف قوي بتتأثر بحركة الكوكب قوي فيه ناس نجمها خفيف يعني لما باجي اقول كوكب كذا معاكس الكوكب كذا بلقيهم تاني يوم حصلهم اللي انا قلته ايه بقى لناس الابرز الابراج اللي نجمها خفيف احنا عندنا الابرز الابراج الابراج المقيل سرطان حوت عقرب سرطان وحوت وعقرب ودل ودل دول نجمهم خفيف جدا فالحاجة اللي بقولها فعلا بتمشي معاهم بالكلمة فانا عايزة بس اطمنهم لحاجة لان مبارح كانت ليلة نصف من شعبان وفيه ناس كتير الفترة اللي جاية فيه شفنا الامر مكتمل ليلة انا اصورت مبارح وانا كمان بصور على طول كل اكتمال الامر بصوره بس هل الامر مع الابراج دي بيعمل تأثير عكسي ولا بيبقى كويس لا لا ساعات وساعات على حسب هو بيكتمل في انهي برج حسب البرج اللي بيكتمل فيه طب لما بيكتمل في اي برج بيأثر على الابراج التاني ازاي نسبة مثلا لو حنمسك السرطان لو اكتمل في العزراء او في السرطان او في برج مائي بيبقى حلو لكن لو اكتمل في برج ناري بيبقى صعب قوي لو اكتمل في برج هوائي بيبقى صعب على حسب كل برج الامر بيكتمل فيه انا بس فيه نقطة عايزة اقولها مهمة جدا وبتفرق معايا قوي 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 هو فيه حل المعاكسة اللي انا بقولها يعني لما اجا اقول النزوحة الاعدلك في كازا او اورنوس او المريخ او الكواكب اللي بتدي تأثيرات سلبية اه يعني فيه نصيحة ممكن تقولينها للابراج ودي مجربة اكسر تأثرا للسرطان الخوت العقرة بالدنو ايه بقى وحايزة اقولها كمان لكل الابراج اللي هتبقى عنده معاكسة بس هما دول اكتر ناس بتيجي معاهم بالكلمة وبتأثروا هو مين اللي حط المشهد الفلكي مين اللي حط كوكب ده هنا وده كوكب هنا هنا يعني الناس اللي بتشوف الفنجان والوضع وكده بنشكك فيهم لكن المشهد الفلكي اللي الكواكب بتلفه وبتدوره ربنا ربنا هو اللي حط الكواكب في الاماكن دي طيب هو ربنا اللي حط الاماكن دي مش قادر بدعاك يغيرها ودي عن تجربة بمعنى انا جيت النهار ده انا عايزة تقولي ان احنا الدعاء هو يكون ملازمنا ويكون روتين يومي وحيتغير عايزة اقولك حاجة ان انا بتجربة كان عندي مشهد فلكي معاكس جدا وجربت الموضوع ده استمعته من حد قالك الدعاء يا رد القضاء لكن بشرط حكتين انك تلح في الدعاء يعني ما تقولوش مرة افضل قولو كتير قوي 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 وانك لما تدعي تدعي على يقين ان انا حيتغير المشهد ده فجربتك ده قعدت تقولي اللي لا يقول يا رب ارحم ضعفي وقلة حلاتي يا رب انا مش اقدي المشهد ده المعاكسة دي جايالي في بيت كذا كان بيت الصحة وانا يا رب بقى ارجوك وقعدت بجد التضرع فانا عايزة اي حد يجيله معاكسة فلكية وعايزة اقولك ان اليوم عد بشكله كنت راح اجيبت حليل حاجة معينة ان اليوم عد بشكل مختلف خالص عن المعاكسة وادركت تماما ان الدعاء يا رد القضاء ليه ربنا اللي حط المشهد الفلكي ده ده رحين بينا رحمة ربنا رحمة ربنا بجد يعني رحمة ربنا كانت بفرعون الطاغي اللي قال انا ربكم الاعلى قال ارسل وحي لسيدنا موسى واخوه قال اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى صدق الله العظيم فرحمة ربنا بالفرعون الطاغي اللي قال انا ربكم الاعلى مبالكم بقى برحمة ربنا بعبد كل يوم بيقول سبحان ربه الاعلى ودائم من رحمة ربنا وسعت كل شيء